بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في شرح مسائل مقاومة المواد واختباراتها Strength of Materials and Their Testing معكم الدكتور أمير محمد القسنطيني نواصل مع المسائل المرتبطة بالمحور الأول الذي بعنوان Introduction to Strength of Materials and Static Review ونشرح الآن المسألة رقم 7 المعطيات هي كالآتي معنا هذه الرسمة للعجلة الويل وجميع الاسبوكس تقريبا عليها طبعا قوة شد معطى قوة الشد طبعا عددها 5 معطى قوة الشد على رقم 1 رقم 2 رقم 3 ومطلوب حساب قوة الشد على الاسبوك رقم 4 والاسبوك رقم 5 هنا سنطبق قانون Sigma F تساوي 0 على الـ X وعلى الـ Y نقوم بماذا؟ نقوم بالإسقاط العمودي للقوة على الـ X وعلى الـ Y فبداية لو أخذنا قوة الـ 500 نيوتن فهي توتلي على X فتكون هنا 500 في اتجاه الموجب الـ 700 لو أسقطناها على اتجاه الـ X هنا يطلع معنا كوساين لـ 72 كالآتي 700 كوساين لـ 72 موجب لأنه في اتجاه الـ X موجب أما الـ 600 هذه إسقاطها هنا يعطينا في اتجاه جزء في اتجاه الـ X السالب مع ماذا؟ مع كوساين لدرجة لغزاوية 36 سالب 600 كوساين 36 سالب الـ P1 هذه الـ P1 إسقاطها هنا يعطينا P1 كوساين الـ 36 مع سالب أما الـ P2 إسقاطها على الـ X تعطينا هذا الاتجاه مع ماذا؟ مع كوساين لـ 72 موجب P2 كوساين 72 هذه المعادلة الأولى لكن فيها اثنين من المجاهيل وهم وهم الـ P2 والـ P1 أما لو أسقطنا على طبعا هنا حللنا أو عوضنا الكوساين للزوايا بقيمها فتحصلنا على معادلة أخيرة باستخدام الـ P1 والـ P2 ثم لو قسمنا هذه المعادلة على 0.809 حتى نحرر الـ P1 نتحصل على ماذا؟ تحصل على هذه المعادلة اللي هي P1 ناقص 0.38 عفوا ضرب الـ P2 يساوي 285.4 هذه المعادلة الأولى تحصلنا علىها بماذا؟ تحصلنا عليها من خلال الإسقاط العمودي على اتجاه الـ X أو تحصلنا علىها بتطبيق قانون سيجما F على X يساوي 0 نيوتن نمر الآن إلى تطبيق قانون سيجما F على Y تساوي 0 نيوتن بنفس الطريقة نسقط 700 نيوتن على الـ Y نسقط 600 نيوتن على الـ Y أيضا نسقط P1 على الـ Y ونسقط P2 أيضا على الـ Y نتحصل على 700 نيوتن ضرب ساين 72 زائد 600 نيوتن كوساين 36 لأنهم الاثنين في اتجاه الـ X موجب سالب P1 ساين 36 لأنه تروح في اتجاه الـ Y سالب وسالب P2 ساين 72 أيضا تكون في اتجاه الـ Y السالب نقوم بحساب الساين والكوساين هنا نعوذ في هذه المعادلة ثم نتحصل على معادلة أخيرة كالآتي 0.588 ضرب P1 زائد 0.951 ضرب P2 تساوي 1018.5 نقوم بقسمة هذه المعادلة على 0.588 بنفس الطريقة فتأتينا المعادلة الأخيرة لتحرير P1 P1 زائد 1.62 P2 تساوي 1732.1 P1 في المعادلة رقم 2 محررة وفي المعادلة أيضا رقم 1 للتذكير هنا أيضا محررة فلو فلو قمنا بعملية عملية المعادلة رقم 2 ناقص العملية رقم أو المعادلة رقم 1 ستختفي مننا ماذا ستختفي P1 ونتحصل على معادلة أخيرة ليس فيها إلا إيش إلا المجهول P2 وبالتالي نتمكن من حساب P2 تساوي 723.3 نقوم بتعويض P2 في إحدى المعادلتين المعادلة الأولى فنتحصل في الأخير على P1 تساوي ماذا تساوي 560.2 نيوتن